ليست في اللغة العربية المشكلة فينا المشكلة فينا المشكلة فينا المشكلة فينا المشكلة فينا كيف ندعى اللغة العربية من أعلم كيف ندع Editor من إيشكال يا أخي؟ تخطى في اللغة البريطانية مثلاً في اللغة الإنجليزية؟ لا إيشكال فيها طيب أختف اللغة العربية أشر إيشكال الآن وتتعلق وتحاول يا أخي لماذا هي أن بأنه عندما نكتب حيث بيننا نفسنا سواء عملياً نفحل نفسك في الآخرолн لكن هذا ليس مكتبة لا يجعل شخص عربما ولكن لماذا هي أنه عندما نفحل نفسك في الآرب نرى نفسنا بشكل مكتبة لابد أن تجعل كل الحواس تعمل معك في تعلم اللغة العربية كيف ؟ الان لا تنظر الا الى اللغة العربية كيف يعني؟ لا ينظر الا للغة العربية الشيخ قالー لا تنظر كما على البر小قن enan اهما حتى تضع لوحات ممكن الحروف في غرفة عندك إذاً لا أنظر إلا إلى العربية لا تتكلم إلا بالعربي لا تنفق إلا باللغة العربية لماذا يا أخي تتكلم هنا باللغة الإنجليزية؟ لماذا لا تتكلم الإنجليزية؟ لماذا لا تتكلم باللغة العربية؟ يقول لا يفهم باللغة عليه هذا الر望 يقول لا أستطيع أن관ه ال ancestral بريطاني مثلا شخ может ربما لماذا Fortran هل تكلمني أنت باللغة العربية هل سأحدث معه في الأربيت؟ لا 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 أصدقل أن أحيانا من يتكلم معي باللغة العربية ك stitch when you find one person pu Chairman Arabic طفعًا غير رفع لذا سأطفئ ل أن أتكلم باللغة الإنجليزية هذا يعرف اللغة العربية و هذا يعرف اللغة العربية وجاءه هنا لتعلم اللغة العربية و مع هذا يتكلم بغيث العربية وبعدين يقول اللغة العربية الصعبة لا تسمع إلا للغة العربية اتصلت على أخي هذا ثم أخذ يتكلم معي باللغة الإنجليزية أقول أنا لا أسمع ما تقول أريد أسمع اللغة العربية وإلا أغلق الهاتف أصدقائك تسمع القرآن reciكات القرآن وانت جيت هنا حتى تسمع المحاضرات وانتنظر باللغة الإنجليزية الشيخ قال إنك متأكد لك وكذلك أخذراك أنه يلفتك تقول لك أنه لا تفهم وإنه هل يكتب في عرب سوف تقوم بك نعم ستتبع للقرآن ستتبع للصنة والسنة والحديث والسنوات في العرب لن تتبع إلى التطابع المتابع لم ترسل هذه الطريقة القرآن لسنوات في العرب التطابع تكتب الآن الباقيهات سماعا الكتابة لديك واحد كل ما جهت الآن تكتب دائما لا تكتب بالإنجليزية تكتب بالعربية أي كلمة تسمعها جديدة تسجلها تدونها تكتبها تجعل هذه الحاسة تعمل معك معك في التعلم أي آيات القرآن التي تحفظها تكتبها ممكن تتذوق اللغة العربي كيف تتذوق اللغة العربية تبحث عن الكلمات الجميلة وتبدأ تتكلم بها الأشعار مثلا نعم تأخذ من القرآن من السنة والكلمات وتستعملها في كلامك اليوم تأخذ من القرآن والحديث وفعل ذلك في كلامك